قصة قبر يوسف هي القصة المثارة دائما وهي نقطة احتكاك ما بين الاحتلال والفلسطينيين هناك روايات كثيرة حول هذه القصة ودأبت الحركة الصهيونية وإسرائيل منذ الاحتلال عام فبنة عربين إلى محاولة نهب الذاكرة الفلسطينية وتهويدها وتحويل ما أمكن لإعتباره جزء من التاريخ اليهودي بين قوسين ما مصدقية قصة يوسف ما هي القصة ما هي القصة الحقيقية التي تكبع خلف هذه الرواية المتداولة ما بين الفلسطينيين والليهود نعم مرحبا فيك أولا شكرا جزيلا على هذا التقديم دعني قبل أن نتحدث عن القصة أن نميز بين مفاهيم دينية واجتماعية وثقافية بين القبر والمرقد المقدس والضريح والمقام يعني ليست كل هذه التعبيرات هي للدلالة عن شيء واحد لكل تعبير دلالة محددة القبر غير الضريح والضريح غير المقام والمقام غير المرقد مثلا عندما نتحدث عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نعني المكان الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنا فيه عندما نتحدث عن ضريح هذا أمر آخر مثلا أن نقول ضريح الإمام الحسين في مصر ولكن هناك ضريح للإمام الحسين في كربلاء هذا يعني أن الضريح هو الشاهدة الرمزية الدينية التي يمكن أن تقام في أكثر من مكان في أكثر من بقعة وهذا في إطار منظومة معتقدات عند أي جماعة بشرية تصبح الأضرحة دالة على تقديس شخص أو قديس أو يعني النبي أو إمام ولكن لا تدل على أنها قبرة نحن نتحدثون عن قبر نعم قبر يوسف نعم عندما يتحدث الإسرائيليون المعاصرون عن ما يسموه قبر يوسف يعني هذا يعني كما سنبين في هذه الحلقة أنه هو جزء من الخداع الاستراتيجي للاستيلاء على الأرض لا يوجد قبر هناك ضريح أو مقام للنبي يوسف بين قوسين وليس قبرا وكما قلت لك هناك فرق بين القبر والضريح والمرقد يعني عندما نتحدث عن مراقد مقدسة فهذه غالبا ما ترتبط بوقائع تاريخية أو أحداث بحيث أن البطل أو الشخص يرتبط بحادثة محددة قد يكون لقي حتفة فيقال أن هنا رقدة يعني هنا قتل أو هنا استشهد ودفن وبالتالي يصبح هذا مقام المقام أمر مختلف هناك مقامات وطبعا هذا يعني أمر مألوف أنك تجد الكثير من المقامات للأولياء والقديسين هل هي مقامات أم مقامات؟ هو المقام بمعنى يعني المكان ولكن المقام يعني الفرق بين المكان والمكانة يعني مكانة الشخص لا تعني مكانة لا تعني مكانة وأخيرا حتى لا نفصل كثيرا في هذا الأمر هناك المزارات وهي يعني سلسلة من الشواهد الدينية أو الرمزية التي يعني يزورها الناس وتصبح مزارا أي المكان الذي يزوره الناس هذا أولا ما موجود في فلسطين في مدخل نابلس مدينة نابلس ما يزعم أنه قبر يوسف هذه القصة يعني اخترقت في الحقيقة أيام الحروب الصريبية أو بين قوسين ما يسمى حروب الفرنجة ولعب الرواة المسلمون يعني الإخبار ينوموا في السرور القرآن في هذه الحقبة التي تبدأ عاملين من 1164 ميلادي لعبوا دورا رئيسيا في إشاعة قصة وجود مكان مقدس ليوسف الصليبيون عندما جاءوا إلى بلاد الشام وأنا أكرر مرة أخرى أن الصليبيون بين قوسين أقصد حروب الفرنجة أي حروب الإقطاع الأوروبي الذي انتهى من تقسيم الأراضي في أوروبا يعني كما نعلم أن الإقطاعيون في أوروبا في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والنمسا تقاتلوا لعقود طويلة على الأرض وعندما انتهوا من حروبهم ويعني استقلوا في دوقيات خاصة بهم أصبحت الكنيسة في حالة ضعيفة أمام جبروت الإقطاع الأوروبي الذي استولى على الأرض وبنات دوقيات في كل مناطق أوروبا الكنيسة كانت تخاف على أن تفقد أراضيها وممتلكاتها بضغط من الإقطاع ولذلك أذعنت للإقطاعين الذين طالبوها بتقديم غطاء ديني لغزو الشرق والاستلاع على المزيد من الأراضي وبفعل البابا في روما أصدر رسالته الشهيرة التي صور فيها حتى الغزو المغول لبغداد صوره بعقلية توراتية إنجيلية وكان يكتب في رسالته أن الملك داود في طريقه إلى بغداد يقصد فيه جنكيس خان وثم انطلقت الحروب الصليبية باتجاه بلاد الشام للاستلاء على جنوب بلاد الشام الاستلاء على فلسطين في هذا الوقت نشط الفقهاء والمسلمون الذين يشتغلون في التفاصيل القرآن أو الإخباريون في محاولة لحجد الوجدان الإسلامي للدفاع عن أرض فلسطين وصورت كل فلسطين يعني كل ما موجود في فلسطين على أنها أماكن مقدسة ينبغي الدفاع عنها في هذا الوقت يعني بعد تسع حملات صليبية تمكن الصليبيون يعني من دخول القدس وهم من أطلق الكثير من الأسماء يعني سواء على القرى أو البلدات الفلسطينية أسماء ذات طابع توراتية يعني ما نجده اليوم في فلسطين من أسماء توراتية ليست كلها من يعني من الأسماء التي أطلقها المستوطنون الأوروبيون الجدد الذين استولوا على فلسطين عام 48 هناك قرى وبلدات مثل عهد الصليبي بداية العهد الصليبي الاستيلاء على القدس الرواة المسلمون في هذا الوقت يعني أشاع رواية تقول أن هناك مكان مقدس يعني مرقد أو ظريح أو مزار أو مكان مقدس ليوسف وكان الغرض من ذلك هو في الحقيقة يعني إحباط محاولات الصليبيين للاستيلاء على هذه الأماكن بوصفها أماكن إسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر